طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب ال back propagation rules تاعتنا لو عندنا batch normalization طيب دي هي قوانين batch normalization ودي قوانين back propagation الطبيعية اللي احنا فاعدين عليه طيب لو جنا نفكر هنلاقي ايه الفرد او ايه اللي حايتل تختلف اولا هنلاقي ان احنا عندنا الجاما والبيتا دول learnable parameters ماشي فريق هل حاجة محتاجين نجيب لهم ال update rules تاعتهم هيكون gradient descent طبيعي وحنا احنا ان دا تشال ان انا خلاص احنا بقاش عندي بي بقى عندي ال beta بدل ال b تمام ماشي طيب اممكن اشيل دا كده ايه الفرق التاني اللي هيحصل الفرق هتلاقي الفرق فين هتلاقي الفرق في الدلتا دي او مش عايز اشيل الدلتا الدلتا دي لايكت partial c by partial z لو احنا فاكرين كت partial c by partial z الزدات المختلفة الزدات عندنا هي ال xات دي ال paper notation z دا هي ال x فانا عايز اجيب partial c by partial x ووضح ان ال x بقت فيها يعني بقى اعلاقة ال cost function بال xات بقت معقدة شوية بقى في اكس كاب وبقى في وي في اي في النصر وبقى في بيتا فبقى في علاقات اعمق شوية فحيئة دلتا اللي هي partial c by partial x في الحالة دي حتى هي مختلفة اكيد وده احنا محتاجين بس نشوف تبقى مختلفة عاملة ازاي طبعا كده نحاول واحدة واحدة تعال نبدأ بابسط حيئة خاصة اللي هي البيتا ماشي عايز احسب partial c by partial beta فحينا نعرف نحس كده محتاجين نفكر بس شوية دلوقتي لو البيتا اتغيرت تغير قليل قوي تغير بسيط جدا هتأثر في ال cost function ازاي ده تعريف التفاضل اصلا هتلاقي ان البيتا لو اتغيرت تغير قليل هتأثر في ال yi لكل ال y لكل ال example اللي في الباتش وباقي البيتا دي بتابل ال i على كل yi ماشي فلو تغيرت قليل بسيط كل example في الباتش هيتأثر التأثر بسيط هتلاقي ان ال cost function هتأثر التأثر مناء على كل example من دول فانت هتلاقي انك محتاج تاخد في اعتبارك يعني تأثير البيتا على كل ال example هتلاقي انك لكل example فيهم هتعمل Sigma كده وكل example هيأثر في cost بمقدار معين partial yi في مقدار تأثر yi ده بالنسبة للبيتا وده على كل training example من i مثلا ساوي 1 طيب partial yi by partial beta أصلا بواحد صح؟ فده هيساوي Sigma من i equal 1 i equal m partial c by partial yi فده كده أول حاجة أول معادلة طيب وبعدين طبعا بارشل c by partial yi عبارة عن بارشل c by partial يعني ده بتقول انه سيجما هنا بارشل c by partial سيجما سيجموية اي ان كان في سيجما ده في yi لو انت عايز تكمل يعني بس انا مكتفى بكده خلاص طبعا انا هرفع حسب ده عادي ان ده بالاخر شيء طبيعي حسبناه قبل كده يعني وحقدر اجيب البارشل c by partial beta بدلالة بارشل c by partial yi وي اي اللي هو اللي داخل في السيجما هي العطول طيب وبعد كده أقول ان البيتا الجديدة بتساوي البيتا القديمة ناقص ايتا في بارشل c by بارشل بيتا ماشي اللي هو بيتا ناقص ايتا في سيجما من واحد لام بارشل c by بارشل yi فلا كده ابدالة بيتا بتاع البيتا تعال نشوف الجاما هتلاقي نفس الريزونيج هو انا لو الجاما تغير التغير بسيط قوي هأثر في كل الواي ايات المختلفة وكل ده هأثروا في اللوس في الاخر او في الكوست بارشل جاما عبارة برضو عن سيجما بارشل c by بارشل yi فأي تغيير بارشل yi by بارشل جاما بس بارشل yi by بارشل جاما دلوقتي هتلاقي في اكس اي كاب فلا هايديك في الاخر سيجما من واحد لام اللي هو سايز تاع الباتش بارشل c by بارشل yi في اكس اي كاب وبردو هتلاقي ان الجاما الجديدة بتساوي الجاما القديمة ناقص ايتا بارشل c by بارشل جاما تمام طيب كده خلصنا البيتا والجاما اللي هم اللي يردن ببرامترز الجداد الوقتي ايه الفرق ايه تاني عايز احسبه عايز احسب الدلتاز الجديدة اللي هي بارشل c by بارشل x الجداد بعد ما دخلت كل الحاجات المريبة دي كلها في الاعتبار طيب بنفس الريزونيج محتاج اعرف ايه اللي هيتغير لو غيرت الاكس كاب او الاكس اسف الاكس اللي هي تطبرا زيت القديمة تغير طفيف قوي لو فكرت حぶ Laura ان الاكس إيه تغير طفيف طبعا الاكس ايه كاب اهتغير من ماشى؟ طيب طيب قد كده الحاجة اللي هيتикаثرً بشكل بشكل مباشر بتغير الاكس say على الاكس ايه كاب اهتغير طيب والمهم اللي هم jeżeli احنا لازم لا ننساهوش ان برضو الميو بي ههتغيرن خبرك ده ا عند اراج فانت لو photographer غيرت الاكس تغير طفيف حتلاق اكيد المعالthers علي الصورة ال mata هيتغير. مايس لازم تاخد في اعتبارك كل التغييرات دي. فانت في الاخرى هتلاقي ان بارشل سي باي بارشل اكس اي عبارة عن بارشل سي باي بارشل اكس اي كاب في بارشل اكس اي كاب باي بارشل اكس اي. مايش كده تغير الناتج عن اكس اي كاب. طيب بس غير كده طيب تمامن عيز تجيب بارشل سي باي بارشل ميو بي في بارشل ميو بي باي بارشل اكس اي ده منطقي ان جيبا باس برشل سي باي بارشل سيجما سيجما سكوارد عاي نشوف كده. ديانم ممكن كيجيب والسيجما سكوائد اللي وحدها اطول. في بارشل سيجما سكورد. دي اللي هو الوقتي مش مش السجمويد يعني. باي بارشل اكس اي. بتقول لي يا عم انتب ليه مدخلتش الواي اي معاك? ليه? مش الواي برضو بتغير? لما الايس عايزت تغير? اقولك اه بس الكده كده الابارشل سي باي بارشل اكس اي كاب ده. هيكون جوا ال ال ا 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 كاب فباشل y كاب باي باشل اكس اي كاب måste لديه كاب هي هي باشلش скоро فUE فده حاساوي الشادة بساوي ايه بساوي القوامى ده حاساوي باشل سي باشل while في قوامى فده هو الترم ده طيب عايز احسب بالترمي ده اللي هو بارشل اكس اي كاب باي بارشل اكس اي هلاقي ان بارشل اكس اي كاب باي بارشل اكس اي عبارة عن تعال نشوف هفاضل ده بالنسبة ل اكس اي طبعا ده كونسانت هيطير هيديني واحد على الشيء ده هاديك واحد على جزر سيجما سكورد بلاس ابسلون عايش في كده تاني واحد طيب عايش في تاني ترم بارشل تي باي بارشل ميو بي بارشل سي باي بارشل ميو بي هيساوي ايه؟ تعالوا نفكر برضو لو الافرش ده تغير تغير طفيف ده هيأثر في ايه وفي ايه وفي ايه لو جلت بص هتلاقي ان لو الافرش ده يتأثر تأثر طفيف كل الاكس اي كاب هيتأثره هتلاقي الاكس اي اي اكس واحد كاب بتاع اول اكزامل هيتأثر اكس اتنين تاع تاني اكزامل هيتأثر وهكذا هتلاقي كل دول هيتأثره ان هم متمدين على المين وفي نفس الوقت الفاريانس هيتأثر ان الفاريانس برضو او الفاريانس او متمد برضو على المين فياب انا عندي دلوقتي ترمين ظاهر فيهم المين بشكل مباشر و طريح المعادل وطريح المعادل يظار فيها المين حلية ان انا عندي ترمين مجموعين على بعض عبارة عن بارشل c باي بارشل اكس اي كاب بس الكل الاجس اي ثالي كل الاجس اي ثالي هيتغيروا فياب انا محتاج أسجما عليه وفي بارشل اكس اي كاب باي بارشل ميو بي طيبير طيب وكمان الvarianz هيتغيّر فانعايز partial c by partial sigma squared لهو الvarianz في partial sigma squared by partial mu b طبعا هنا برضو b وهنا برضو b ماشي فعلا ان كل ترم من دول محتاج يتحسب طيب partial c by partial x i cap انا حسابته قبل كده هنا خلاص مش حسابه تاني بس انا عارف ان انا حسابته قبل كده بداية الكلام ده طيب partial x i cap by partial mu b طيب هنبص كده هتلاقي ان partial x i cap by partial mu b عبارة عن negative 1 على الجزر ده صح باشتقي بالنسبة لي mu b فعبارة عن ده كده constant بالنسبة لي negative 1 على الجزر ده ماشي فده هيتساوي sigma partial c by partial x i cap اللي انا حسابته قبل كده في negative 1 على جزر sigma squared بيتا بلاس ابسلون ماشي بلاس بارشل سي و بارشل سيجما سكويرد ده محتاج احسابه لسه هنشوف نحسابه ازاي هل شوف كده ممكن اتحسابه بشكل مباشر ولا ايه الكلام لو جيت تبص هتلاقي المعادلة اللي ظاهر فيها ده بشكل صريح هي المعادلة دي ماشي فانت لو غيرت السيجما سكويرد بيتا غير بسيط قوي هتأثر في كل ال x i تاني اصر في كل ال x i فهيبقى عندك سيجما برضو بس انا خليه انسافها دي في الاخره و هنحسابها كالانسافه المرة الجاية فهيبقى عندي بارشل سي باي بارشل سيجما سكويرد بيتا في بارشل سيجما سكويرد بيتا باي بارشل ميو بيتا انا حسابه الاول فالسيجما سكويرد بتساوي الكلام ده لو عايز افارد لمسبل بي هلاقي ان انا عندي اثنين على ام اثنين على ام سيجما على الامات كلها x i ناقص ميو بي في سالب واحد وهي نيجاتف اثنين على ام سيجما x i ناقص ميو بي وهنا طبعا من واحد لحد ام ماشي في هتابة بارشل سي باي بارشل ميو بي بس محتاجة احسب ده الاول انا عادي احسب بارشل سي باي بارشل سيجما سكويرد الاول بارشل سي باي بارشل سيجما سكويرد بي عبارة عن اي السيجما سكويرد ظهر بشكل مباشر هنا فيبقى ده عبارة عن سيجما على كل الاكس اي كابس سيجما من اي من واحد لحد ام بارشل سي باي بارشل اكس اي كاب في بارشل اكس اي كاب باي بارشل سكويرد بي طيب لو جدت وکنت بزباع باي بارشل سيجما سكويرد فنوفر مفاضي بالنسبة الراجل فهايباع المقام تربيع المقام في مشتقة الباس نقص بص مشتقة المقام بعد إنا نشوف دا diesenوج نقص سيجما من واحد ليم بارشل c باي بارشل اتس اي لقد حسبته فوق قبل خارج اتده با باي بارشل اس اي كاب ماشي في هنا سيباع المقام تربيع وأنا محتاج بس المحادلة معي فهاجيبها هنا المقام تربيع يبقى sigma squared بلاس ايبسلون من غير الجزء بعد كده المقام في مشتقة البسط ناقص البسط ناقص x i ناقص ميو بي في مشتقة المقام بالنسبة الميو فداخل بالك ده كده sigma squared بلاس اي تا اس نص فهيدي لك مشتقة المقام نص sigma squared بلاس ايبسلون بس نيجاتيف نص في مشتقة ما بداخل القوس خبالك انا مفاضل بنسبة لسجما تربية مش بنسبة لسجما فده مش مشتقة ما بداخل القوس فهتلاقي ان ده نيجاتيف نص ممكن نزل تحت نص كمان فهيب هنا واحد بلاس نص هديك ثلاثة على اثنين واشيل الكلام ده ماشي ماشي بحكي لحسابنا ده ومن خلال ده عايشنا نحسب ده طيب بعد ما حسابت ده ايه اللي حصل ببلاك كنت بحسب ده اصلا ليه كنت بحسب ده عشان احسب الحقيقة يعني علشان انا توهد صح عشان نحسب ده صح فانا اخيا حسبت البارشل سي باي بارشل ميو بي محتاج بحسب بقى بارشل ميو بي بارشل اكس اي فحلاقي ان تأكد ان اكس اي فحلاقي ان حلاقي ان الموضوع ده بسيط واحد على ام بس. صح? واحد على ام. الحمد لله. ماشي. واحد على ام. كده بقي لي ايه? بقي لي. الراجل اخر ترم ده. بارشل سيجما سكويرد لسه حاسبه. خلاص اللي هو حسبته هنا ده. ده. ماشي فمش هسيبه تاني. وعايز جيب بارشل سيجما سكويرد باي بارشل اكس اي. هلاقي ان بارشل هنجيب المعادلة. ايه دي سيجما سكويرد وال اكس اي ظهرة فيها ايه? هجيب المعادلة دي. كده. هلاقي ان ده بيساوي اتنين على ام سيجما من واحد لام اكس اي ناقص ميو بي. بس كده. تمام? تمام. انا كده حسبت كل الحاجة انا عايزة. حسبت البارشل سي باي بارشل اكس اي اللي هي الدلتا الجديدة. بس بعد كده تقدر بقى تستنتج بقية قوانين الباك بروباجيشن. غدا ما هتكون مختلفة شوية عندي. هتلاقي الكلام ده يعني ما بقاش بالد اوي من نسبة نسبة كبيرة. فممكن تتجاهله كده وتحاول تستنتج بقى من الاول تاني بقية القوانين. بس هتلاقي ان كل حاجة شبه كل حاجة بس اثناء ان انت زبطت الحاجات الجديدة دي. هتلاقي في الاخر الموضوع مش مش صعب يعني هتقدر تستنتج القوانين الباك بروباجيشن من اول الفاينال لير زي ما عملنا في الاول خالص. استنتج من اول الفاينال لير وبعدين امشي واحدة واحدة لحد ما نشوف هتلاقي الفرقات مش كبيرة اوي انا متوقع كده. هتكسلت عملها باي دي يعني بس في الاخر هو ده ده الكور بتاعه ده اصعب جزء فيها اللي احنا عملناه على بعض ده. الجزء الباقي بس هتزبط شوية الايه شوية السلوك مع بعض وحيات زي كده. وتزبط شعر فين السيجماز فين ومين بيدي 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 الفين. هتلاقي في الاخر الموضوع يجي يعني مش مؤقد. من حيث ان نبدأ انت شغال في انت شغال يعني بجد مش هتكون محتاج اوي انك تيمبليمنت الكلان ده بايدك انت اي فريمورك هتستخدمه زي تنزر فلو مسلا هتلاقي فيه تستخدق له اد مسلا باتش نرماليزيشن ليير هو هياد اللير دي وهيارك يحسب البرورد باس والباكورد باس ما غير ما هتعمل اي حاجة يعني الحالة اللي انت ممكن تيمبليمنت فيها الكلان در نفسك انت تكون عايز تتأكد انك فاهم كل حاجة صح وعايز تتعلم ازاي تعمله على الاقل مرة واحدة وغلابا نشير كويس انت حاول تيمبليمنته مرة واحدة بس وبعد كده تبدأ تستخدمه بعد كده في الفريمورك عادي يعني في بس حاجة اخيرة قبل مقفل الموضوع ده احنا هنا مسلا انا كنت بقولت الوقت ان دي عبارة عن فيكتورز طب انا ازاي هي عارك ان دي فيكتورز وانا بفضلها بشكل كأنهم سكيلرز عادي فكرة بس ان الحاجات دي كلها ايه يعني ده كده مش 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 فيكتور في فيكتور ملتيبليكيشن ده المنت وايس ملتيبليكيشن وفي كل الشغل هنا انا اشغل المنت وايس لان انا زي ما قلت بقضيت كل فيتشر بشكل مستقل عن البقائين فالحالة اقدر افك دي احط بس سبسكريبت زيادة واتعامل ان هما مثلا اكس اي جي مسلا اللي هو بتاع نيورون جي فكايني بتعامل مع سكيلرز بس مش فرقة يعني فهتلاقي ان انا بعرف افاضل بشكل طبيعي كده من غير مركز اصلا عشان ده مش فيكتورز ملتيبليكيشن فيكتور ملتيبليكيشن القوانين التفاضل بتاعته بكون اسخف شوية انما ده انا المنت وايس ملتيبليكيشن فانا كايني بفاضل كل المنت بكل رو بشكل مستقل عن التاني فتطلع الحاجات شبه السكيلر ديريباتيبز اللي احنا متعودين عليها يعني انا طبعا ماكملتش ده بحيس ان انا اجيب مثلا الدلتا بدلات الدلتا لقدامها والكلام ده كله يعني انا ماكملتش انا بس قلت الحتة السكيلره دي ستلاقي بعد كده مثلا يعني انا جبت كل حاجة بدلات بارشل سي باي بارشل واي اي. اللي هي في الاخر برجة اللي هي واني ساميها بقى الي بداع الليره اللي بعدها. بتاع الي بتاع الي يعني. في دي كده السجمويدي بتاع واي اي. وما كملتش بعد كده طبعا اي ده احصلا او الاشيء ده في الاخر هو اللي هيكون معتمد علي اللي بعد كده. واني اخر اي تغيير فالي اي تغيير في اليوز. اي تغيير في اليوز اللي anti do i yu طالع من هنا. هي اثر في دي وفي دي وفي دي وفي دي. فبتلا هيأثر في كل الدلتاز اللي هنا ونرجع تاني قدر نكمل بتاع الباك. طيب تمام. اخر بقى حية خالص خالص خالص. احنا كل الكلام ده بجيب نشتغل واحدة نعمل التريننج. هتلاقيناك دائما بتعتمد على الباتشز. الميو بتاع الباتش والسيجما سكوير رو تاع الباتش اسناء التريننج. طيب طبعا كل باتش يمكن يكون لها ميو مختلف وسيجما مختلف وهكذا. طب اسناء التستنج بقى هاعتمد على انهي ميوز او هعمل ايه بالزبط اثناء التستنج في اثناء البريدكشن يعني في الباتش دي. قال لك اثناء التستنج انت هتخسب الميو والسيجما سكوير بتاعت التريننج كلها مرة واحدة وتستخدمها هي في التستنج. هتقول ان الواي اي في التستنج. اكوالز جاما اكس اي كاب براس بيتا عادي خالص. بس هتلاقي ان الحاجات دي بدل ما هي بتحسبها على كل باتش الواحدة هتحسبها مرة واحدة بس لكل مرة واحدة. وتشتغل خلاص على كده. بعد ما تزبط طبعا كل البرامتاز الجاما والبيتا كي كده هتزبطه كلها التريننج بالباتش فطبعا هتيجي في كل اللير. تحسب الميو بتاع بعد ما تخلص كل التريننج خالص. تحسب الميو بتاع بتاع الاكسات اللي هي الزبطات القديمة في كل اللير مرة واحدة. وتحسب الستاندرد او مرة واحدة. فكاد تستخدمهم بقى كده هتقول ككوانستانس في الانفرينس او الميو بيهو بيسميه الانفرينس. اللي هو خلاص خلاص كل حاجة عايز بقى تتبريدكت حاجات يعني. طيب لو عايز تكون ازكى شوية من كده يعني بحيس انك كتاوش تحسب المين والبايرنس لكل حاجات من الاول تاني. وانت اصلا كنت حيسب الميو بي و السيجما سكويرد بي. قالك ان الميو ميو اللي هو التوتل اللي هو يعني. ممكن تقول تقريبا انه هو عبارة عن ميو بي بتاع اول باتش. بلاس ميو بي بتاع باتش. بلاس ميو بي بتاع تالت باتش وهكذا. على عادة الباتشز. على number of. بتقريبا حيزا كده. بتقريبا يعني. بتقليل ان ده كأن ده هو ده المين يعني. ماشي? فحتى نكن تحسب وانت شغال بقى كده خلال الترينيج العادي. تخزن معاك تعمل كده كده. او تعمل يعني اللي هو المين ده. وكل شوية الميوز تحت الباتشز المختلفة. وما تخلص بتقسم عادتهم تكون جبت المين. بدل ما بعد ان تخلص ترينيج خالص تحسب المين من الاول تاني. ماشي? فكاينك بتقول يعني ان الميو الحقيقي عبارة عن expected value بتاع الميو بي لكل الميو بيز. نفس الكلام بالنسبة للvariance هتقول ان السيجما سكويرد ايكوالز. الاكسبيكتد فاليو بتاع سيجما سكويرد بتاع الباتشز. اللي هو الابرج بتاعهم يعني. اللي هيبص على البيبر هلاقي ان فيه بس ترمي زيادة هو حطه هنا. اللي هو عبارة عن م على ام من اقس واحد. حيش الام ده عدد في الباتش. ده اسمه يعني انه بيقول ايه? كانو بيقول ان من الباتش الوحدة يعني كانو بيقول ان ان سيجما سميها بي داشت مسلا. عبارة عن ام على ام من اقس واحد في سيجما سكويرد او في الباتش. وعاين بيجيب بتاع ده. فهتلاقي الام على ام اقس واحد تطلع بره واجيب احنا ما يكلمناش عن الكلام ده قبل كده يعني احنا احنا اه ظهر الشيء ده عندنا راح نتكلم عن كان في حاجة ناس بتحسب تقسم واحد على وناس تانية بتقسم واحد على ن نقص واحد في ونقول له احنا احنا بايس كده فهتلاقي كل الحاجات دي هتلاقي يعني الحاكين المستخدمين يعني لو عدد الكبير او هتلاقي مش تفق دي من دي في حاجة لو دي مية مسلا او الف هتلاقي الواحد ده مش هو مؤثر اوي نفس الكلام هنا هو ايه لنا هستغلق من الان بايس دي اسمت بس برضو الام دي كبير هتلاقي كان مش مؤثر هيقولي الواحد الام بالفة مسلا ده هيقولي الواحد فعني ده مش مش هو ده اللي هيأثر معنا اوي يعني بس ده عشان لحد بص على البيبر نفسه فانا تمام كده خلصنا كلام على البيتش نرماليزيشن بقى نكمل دي البيدي الجاي